أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أي قال الخضر مكررا عتابة ألم أقل لك لن تطيق معي الصبر على أفعالي وأضف هنا لفظ لك لتأكيد العتاب وتكرر المخالفة قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أي قال موسى إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة ففارقني ولا تجعلني صاحبة قد أعذرت في فراقك لي أو وجدت عذرا لك حيث أخالفك ثلاث مرات فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي فانطلق يمشيان معا حتى إذا واصل إلى أهل قرية قيل هي أنطاكيا طلب إطعامهما فأبوا ضيافتهما فوجد في القرية جدارا آيلا للسقوط وقد استعيرت الإرادة للمشارفة على السقوط والعرب تستعمل الإرادة لغير العاقل في معنى القرب فأعاد الخاضر عمارته أو أنه رده مستقيما كما كان جاء في الحديث الصحيح أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام قال له موسى لو شئت لطلبت أجرا على إصلاحي نشتري به الطعام قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي قال له الخضر هذا وقت الفراق بيني وبينك بعد مخالفة الاتفاق ثلاث مرات وسأخبرك قبل فراقي لك بتفسير أفعالي وبياني وجهي كل فعل مما لم تطق الصبر عليه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي أما سفينة التي خرقتها فكانت لمساكين ضعفاء ليس لهم مورد رزق غيرها وهم عاجزون عن مقاومة من يظلمهم يعملون في البحر بطريق الكراء وأقضي الأجرة وكان أمامهم في طريقهم ملك ظالم يغتصب من أصحاب السفن كل سفينة صالحة غير معيبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أي وأما الغلام الذي قتلته فكان كافرا وأبواه مؤمنان فخفنا أن يحملهما على تجاوز الحد المشروع والضلال والكفر بربهما لشدة محبتهما له وتأثرهما بميوله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ذكاة وأقرب رحما أي فأردنا أن يرزقهما الله ولدا آخر خيرا منه صلاحا ودينا وتطخرا من المعاصي وأقرب منه رحمة لوالديه وبرا بهما وعطفا عليهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا أي وأما الجدار الذي أصلحته فكان لغلامين يتيمين في البلدة المذكورة سابقة وكان تحته كنز مدفون من ذهب وكان أبوهما رجلا صالحا تقيا وأدى صلاحه لحفظ مال ولديه فأراد ربك أن يبلغ الغلامان الرشد وهو إحسان التصرف ويستخرج الكنز من تحت الجدار وكان هذا التدوير رحمة من الله لهما بسبب صلاح أبيهما وما فعلت جميع أفعالي عن رأي المحض وإنما بإلهام من الله ذلك المذكور لك هو تفسير ما لم تقدر عليه صبرا ولم تتحمل السكوت عليه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى أي ويسألونك أيها النبي للاختبار عن قصة الملك الذي ملك الدنيا بأثرها وهو ذو القرنين والسائل هم اليهود والملك هو كما حقق وزير معارف الهند سابقا أبو الكلام آزاد الملك الفارسي الصالح كورش قل سأتلو عليكم من بعض أخباره قرآن منذل من الله ولقب بذي القرنين لبلوغه قرني الشمس في مطلعها وبغربها إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أي إن جعلنا له في الأرض سلطانا وقدرة على التصرف فيها وعطيناه من كل شيء يحتاج إليه في مملكته طريقا يوصله إلى مطلوبه من علم أو معرفة أو صنعة أو غير ذلك فأتبع سببا أي فسلك طريقا باتجاه الغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حتى إذا بلغ موضع غرب الشمس وأقصى بلاد المغرب وجد الشمس تغرب في عين ذات طين أسود وذلك بحسب رأي العين الناظرة من بعيد ووجد عند مغربها قوما كفارا فألهمناه بين أن يعذبهم بالقتل أو يحسن إليهم بدعوتهم إلى الحق والإيمان وتعليم الشرائع واتخاذ طريقة حسنة في معاملتهم قال أما من ظالم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي قال ذا القرنين مختارا للدعوة الحسنة أما من ظلم نفسه بالإصرار على الكفر فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا منكرا شديدا في النار لم يعرف مثله أي وأما من آمن بوحدانية الله وعمل عملا صالحا فله المثوبة الحسنة وهي الجنة وسنأمره بما يسهول عليه من التكاليف التي لا مشقة فيها ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا آخر عكس الأول نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أي حتى إذا وصل موضع طلع الشمس وبلاد الشرق الأقصى وجد الشمس تطلع على قوم بدائيين عرات يعيشون في الكهوف لا يجدون شيئا يستطرون به من ألبسة ومبان من دون الشمس كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء أي أمر ذي القرنين مثل ما وصفنا لك أيها النبي وقد أحطنا علما بما لديه من آلات وجنود وفتوحات وغيرها ثم أتبع سببا أي ثم سلك طريقا ثالثا معترضا بين الشرق والغرب من الجنوب إلى الشمال حتى إذا بلغ بين الثدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي حتى إذا وصل بين جبلين عظيمين وهما بين أرمينية وأذر بجان أو بين بحر قزوين والبحر الأسود والظاهر هذا بين المغول والتتر في الشمال وبين سكان آسيا في الجنوب فلما وصل إلى ذلك المكان وجد من ورائهما من جهة الجنوب قوما لا يفهمون كلام غيرهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مصدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي قالوا يا ذا القرنين وكان يفهم لغتهم أو من طريق ترجمان إن قبيلتي التتر والمغول التي تسكن الجزء الشمالي من قارة آسيا مفسدون في الأرض بالإغارة والقتل وأتلاف الزروع ونهب الأموال فهل نجعل لك جعل من المال نخرجه لك على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا منيعة قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أي قال لهم ما جعلني فيه ربي متمكنا من السلطان والملك خير من خرجكم فأعينوني بالآلات والعمال البنائين أجعل بينكم وبينهم حاجزا حصينة أكبر من السد وأحكم وهو السد المبني بالحجارة آتوني زور الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر أي آتوني قطع الحديد حتى إذا ردم ما بين جانبي الجبالين على نحو المساوي لهما في العلو قال للعمال انفقوا على قطع الحديد بالكيران حتى إذا جعل الحديد المنصاهر كالنار المحمرة صب عليه النحاس المذاب فالتصق المعدنان بوعظهما وصار السد جبلا صلدا أملس فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي فما استطاع المفسدون من يأجوج ومأجوج اعتلاء السد وتسلقه لارتفاعه وملاسته ولم يستطيعوا خرقه لصلابته وسمكه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا أي قال ذو القرنين بعد الفراغ من بناء السد بناءه من آثار رحمة الله علي إذ وفقني إليه وأنعم به عليكم أيها القوم لمنع إفسادي أجوج ومأجوج فإذا حان وقت تدمير السد من قبل ربي جعله مدكوكا مسوا بالأرض وكان وعد ربي ثابتا كائنا لا يتخلف وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعة أي وتركنا بعض الناس يوم خروج يأجوج ومأجوج مما وراء السد والذي هو من علامات الساعة يضطربون يوم القيامة لكثراتهم وتزاحمهم ونفق في القرن لقيام الساعة النفخة الثانية نفخة البعث فجمعنا القلائق في مكان واحد للحساب والجزاء بعد إحيائهم من القبور وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي وأظهرنا جهنم يوم الحشر للكافرين ليشاهدوها إظهارا جليا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أي الكفار الذين كانت أعينهم في غشاء عن ذكر الله وهو القرآن والآيات الكونية المؤدية إلى التوحيد والتمجيد وكانوا يكرهون سماع القرآن ومجالسة النبي خشيات أن يؤمنوا وليس المراد العجزاهم عن السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي أظن الكفار أن يتخذوا عبادي كالملائكة والمسيح وعذير والشياطين وغيرهم أربابا معبودين ولا أعاقبهم إن هيان جهنم للكافرين نزلا ينزلون به والنزل مكان الضيافة وعبر به تهكما بهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ أي قل أيها النبي للناس هل نخبركم بأشاد الناس خسارة لأعمالهم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي هم الذين ضع عملهم عبثا في الحياة الدنيا بسبب كفرهم وهم يظنون خطأ بعبادتهم غير الله أنهم يحسنون عملا يجازون عليه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي وهم الذين جحدوا بدلائل توحد الله من الآيات الكونية والتنزيلية وكفروا بالبعث وكذبوا بلقاء الله في الآخرة فبطلت أعمالهم الحسنة لكفرهم بالله فلا نقيم وزنا لهم ولا لعمالهم وإنما هم محتقرون ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أي ذلك الأمر المذكور وهو ترك إقامة الوزن هو جزاؤهم وهو جهنم بسبب كفرهم وهزئهم بآيات الله ودعوة رسله ذلك إشارة إلى ترك إقامة الوزن وجزاؤهم خبر المبتدأ وجهنم بدل منه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أي إن الذين صدقوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة التي أمرهم الله بها لهم جنان الفراديث وهي أعلى درجات الجنة منذلا ينزلون فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي وهم خالدون فيها على الدوام لا يطلبون تحولا عنها إلى غيرها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أي قل أيها النبي لو كان ماء البحر حبرا لكتابة كلمات علم الله ومعلوماته غير المحدودة لنفد البحر في كتابتها قبل أن تنتهي ولو جئنا بمثل البحر بحورا أخرى تمدها والمدد الزيادة والمعونة أي أن المعاني القائمة بنفس الله وهي المعلومات لا تتناهى والبحر متناه ضرورة قالت اليهود أتينا علما كثيرا أتينا التوراه ومن أوتي التوراه فقد أوتي خيرا كثيرا فنزلت الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي قل أيها النبي إنما أنا مجرد بشر آدمي مثلكم ولكن خصني الله بالوحي والرسالة ومن هذا الوحي المأمور به أن الإله المعبود إله واحد لا شريك له في ألوهيته فمن كان يأمل ويطمع لقاء الله بالبعث والجذاء وهو شأن المؤمنين فليعمل عملا صالحا في الدنيا وهو كل ما دل الشرع على أنه خير يثاب عليه فاعله ولا يشرك أحدا من الخلق بعبادة الله ربه والرياء داخل في الشرك وهو الشرك الخفي سورة مريم مكية إلا آيتين الثامنة والخمسين والحادية والسبعين فهما مدنيتان وآيتها ثمانون وتسعون آية نزلت بعد سورة فاغطر فضل سورة مريم قال ابن مسعود في قصة الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة من مكة إن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد حروف للتنبيه وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن المكون من مثل هذه الحروف العربية التي هي مادة الخطابة والكتابة والشعر وهي لغاتهم ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا الذي نتلوه هنا قصة رحمة الله عبده زكريا من أنبياء بني إسرائيل زوج قالت عيسى عليهما السلام وكان نجارا أضاف الرحمة إلى فاعلها وهو الله وعبده مفعولها وزكريا بيان للعبد إذ نادى ربه نداء خفيا أي حين نادى ربه سرا في جوف الليل لأنه أسرع للإجابة وأبعد عن الرياء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شاقيا أي قال يا رب إنه ضعف العظم في بدني بسبب الكبر وانتشر الشيب في رأسي وهو كناية عن الهرب ولم أكن محرما خائبا من إجاباتك بل كنت تجيب دعائي فلا تخيبني في هذه المرة وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا أي وإني خفت الأقارب والعصابات من بني العم ونحوهم من بعد موتي أن يرثوني فيضيع الدين لأنهم كانوا مهملين أمر الدين وامرأتي عاقر لا تلد من أصل الخلقة فامنحني من عندك ولدا صالحا من صلبي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا أن يرثني بارث من آل يعقوب العلم والنبوة ويعقوب هو نبي الله إسرائيل وزوجة زكريا هي أخت مريم بنت عمران من ولد سليمان بن داود بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وليس المراد أراثة المال لأن الأنبياء لا يرثون واجعله يا ربي مرضيا في أخلاقه وأفعاله أي فأجاب الله دعاءه فندته الملائكة عن الله بقوله يا زكريا نحن نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نسمي أحدا قبله بهذا الاسم ولا شبيه له في الصلاح والورع قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا أي قال زكريا كيف وما الطريقة التي سيكون بها كيف يوجد الغلام وزوجات عاقيم لا تلد من غير كبر فقد بلغت منتهى الكبار والشيخوخة والسؤال حسب الأحوال المعتادة لا استبعادا لقدرة الله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي قال الله بالوحف لا تعجب فالأمر منجز على هذه الحالة قال ربك هذا أمر سهل ميسور عليه فهو مثل خلقك من الابتداء خلقتك من العدم قبل ذلك ولم تكن شيئا موجودة وإيجاد الولد بالتوالد المعتاد أهوان من ذلك وأيثر قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية أي قال زكريا رب جعل لي علامة على وقوع وتحقيق البشارة قال الله علاماتك ألا تقدر على الكلام ثلاث ليال مع أيامهن وأنت سوي الخلق والحواس بلا علة من قرس ولا بكم ولا مرض يمنعك من النطق فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي فخرج زكريا على قومه من المصلى الذي يصلي فيه فأشار إليهم إشارة بيده أن صلوا صباحا ومساء شكرا لله على فضله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أي ولما ولد يحيى وبلغ مبلغ الخطاب نوديا وقلنا له يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد وعطيناه القدرات على فهم أسرار التوراة صبيا قبل بلوغ سن الرجال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا أي وجعلناه ذا حنان وشفقة وعطف على الناس من عندنا وذا ظهارة نفس من الآثام وكان من أهل الطاعة وإخلاص العبادة وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا أي وكان كثير البر بوالديه واللطف والإحسان إليهما ولم يكن متكبرا ولا عاصيا لربه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أي وأمان عليه من الله يوم ولادته وموته وبعثه حيا يوم القيامة والإنسان أحواج إلى الأمان في هذه المواطن الثلاثة واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي واذكر أيها النبي في القرآن خبر مريم بنت عمران عليها السلام حين اعتزلت عن أهلها مكانا نحو الشرق من دارها أو من بيت المقدس لتخلو للعبادة بسبب صلاحها وتقواها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أي فاتخذت سترا يسترها عن الناس حتى لا يشغلها شاغل فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بصورة بشر تام الخلقي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي وفجأت برؤيته وخافت وقالت إني أستجيل بالرحمن منك إن كنت ممن يخاف الله فتنتهي عني وتبتعد بتعوذي بالله تعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا أي قال جبريل مطمئنا لها ومهدئا من روعها يا مريم أنا رسول ربك الذي استعذكي به أرسلني إليك ولست من فعلة السوء وإنما لأتسبب في أن يمنحك الله غلاما طاهرا من الذنوب وذلك بالنفخ في القميص قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو باغية أي قالت مريم متعجبة مستغربة كيف يكون لي غلام ولم يقربني زوج ولم أكن زانية قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أي قال جبريل لا تتعجبه فالأمر هكذا على هذه الحال من خلق ولد من غير أب قال ربك هو علي سهل يسير يعني أنه القادر على كل شيء ولنجعل هذا الغلام وخلقه من غير أب آية للناس على قدرتنا التامة ورحمة لهم منا لما يرشدهم إليه من الهداية والخير الكثير وكان خلقه أمرا مقدرا مقضيا به في الأذل وفي علم الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي فنفخ جبريل في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملته فاعتذلت به مكانا بعيدا من أهلها وعن الناس حتى لا يراها أحد فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أي فألجأها واضطرها المخاض حالة الأولادة إلى ساق النخلات لتستند عليها وتتعلق بها كما تتعلق كل حامل بشيء لشدة وجع الطلق قالت يا ليتني ميت قبل هذا الأمر والكروب استحياء من الناس ومخافة من لومهم وكنت شيئا مهملا لا يعرف ولا يذكر فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا أي فندها ملك من مكان منخفض تحت الأكمة التي فيها النخلة لا تحزني قد جعل ربك تحتك نهرا صغيرا يجري ماءه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أي وهزي نحوك جذع النخلة تسقط عليك رطبا تمرا طازجا طريا نضجا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي فكلي من الرطب واشربي من النهر ولتسكن عينك أي لتطب نفسك وابتعدي عن الحزن فإن رأيت إنسانا فأشيري له إني نذرت للرحمن الصمت عن الكلام فلن أكلم أحدا من الناس بعد ذلك أي بعد هذا النذري فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا أي فأتت بعيث ولادها قومها حاملة إياه من المكان القصي فلما رأوا الولد قالوا لها مستنكرين لقد فعلت شيئا غريبا منكرا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية أي شبيهة هارون في العفات والعبادة وهو رجل صالح من بني إسرائيل في ذلك الوقت أو هو النبي أخو موسى عليهما السلام المشهور بالهدوء والصلاح لم يكن أبوك أهل فحش ولم تكن أمك ذانية فمن أين لك هذا الولد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصابية أي فأشارت إلى طفلها عيسى ليجيب عن التثاؤل قالوا كيف نكلم مولودا ما زال في المهد وهو فراش الطفل الرضيع الموطأ له قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أي قال عيسى إني عبد الله وهو أول اعتراف بالعبودية لله تعالى قدر وقضى لي في الأذر بإعطاء الإنجيل البشارة وجعلني نبيا مرسلا لهداية الناس به وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي وجعلني نفاعا للعباد معلما للخير وأمرني بالصلاة وزكاة المال ما دمت حيا في الدنيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أي وجعلني برا بوالدتي كثير الإحسان إليها ولم يجعلني متكبرا متعظما عاصيا لربي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أي والأمان والسلامة من الله على يوم ولدتي ويوم الموت ويوم البعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أي ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى بن مريم لا ما يصفه النصارى وهو قول الحق الذي لا ريب فيه في حقيقة عيسى الذين يشكون ويختلفون فيه وهم اليهود والنصارى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي ما ينبغي ولا يصح لله أن يتخذ ولد تنزه الله وتقدس عما يقولون إذا أراد أمرا قال له كن فيكون والقادر على الخلق الفوري قادر على خلق عيسى من غير أبن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه وحده ولا تشركوا به أحدا هذا هو الطريق القويم الذي لعوجاج فيه الموصل إلى الجنة فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أي فاختلف أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما بينهم في أمر عيسى قالت اليهود إنه ساحر وابن زاني ابن يوسف النجار وقالت النصارى هو ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة فهلا كل الذين كفروا بالله الذين زعموا أن له شريكة من شهود يوم عظيم الهول وهو يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أي ما أشد سمعهم وما أقوى بصرهم يوم يأتوننا للحساب والجزاء في الآخرة أي أن سمعهم وبصرهم يكونان تامين فيدركون حقيقة الأمر خلافا لما كانوا عليه في الدنيا لكن الكافرون الظالمون أنفسهم في الدنيا في خطأ واضح وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي وخوف أيها النبي المشركين من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة فيه يتحسر المسيء على إساءته والمحسن على قلة إحسانه حين فرق من الحساب وسيق الفريقان إلى الجنة والنار وهم الآن في الدنيا في غفلة عنهم وهم لا يؤمنون به أي بيوم القيامة أي إننا نحن الذين نرثوا الأرض كلها ومن كان عليها من أهلها بإهلاكهم وإلينا يردون يوم القيامة للجزاء واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أي واذكر للناس أيها النبي في القرآن الموحى إليك به خبر إبراهيم إنه كان كثير الصدق والتصديق بالحق لم يكذب قط نبيا مرسلا من عند الله والمطالبة بذكر قصته لأنه أبو العرب والاعترافهم بملته إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أحين قال إبراهيم لأبيه أزر يا أبتي لما تعبد الأصنام التي لا تسمع دعاك ولا تبصر عبادتك ولا تكفيك شيئا من جلب نفع أو دفع ضر يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي أبتي لا تطع الشيطان في عبادة الأصنام فإن عبادتها في الحقيقة عبادة له لأنه الآمر بها فحين تطعه في عبادة الأصنام تكون عابدا له إن الشيطان كثير العصيان للرحمن وشديد المخالفة له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي أبتي إني أخاف عليك بهذه العبادات للأصنام أن يصيبك عذاب من الرحمن يوم القيامة فتكون قريرا للشيطان في اللعن وعذاب النار قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا أي قال الأب آذر مهددا أم أعرض أنت يا إبراهيم عن تلك الأصنام آلهتي ومنصرف إلى غيرها لئن لم تنتهي عن التعرض له وما قالك فيها لأرجمنك بالحجارة أو لأجتمنك فاحذرني وفارقني وتركني ذهرا طويلة قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي قال إبراهيم لأبيه متلطفا سلام عليك مني سلام توديع ومتاركة لن أتعرض لك بسوء ولكن سأستغفر لك ربي طالبا منه الهداية والمغفرة إنه كان مبالغا في إكرامي واللطف به فيجيب دعاي وقد وفى بوعده قائلا واغفر لأبي وكان هذا الوعد بالدعاء قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عثى ألا أكون بدعاء ربي شقيا أي وأترككم وما تعبدون من غير الله وأعبد ربي وحده أرجو ألا أكون بعبادة ربي خائبا شقيا مثل قيباتكم وشقواتكم في عبادة آلهتكم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا أي فلما تركهم هم وأصنامهم وهاجر في سبيل الله من بلده إلى أرض بيت المقدس وهبنا له إسحاق ابنه ويعقوب حفيده إناسا له في غربته وبدلا من الأهل الذين فارقهم وكل واحد من الابن والحفيد جعلناه نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي وعطينا الثلاثة عدى النبوة كثيرا من خيري الدنيا والآخرة من المال والولد والصحف ورزقناهم ثناء حسنا رفيعا على الألثن إلى قيام الساعة استعمل اللسان فيما يصدر عنه وهو الثناء كاستعمال اليد في العطاء واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أي واذكر أيها الرسول ما أنزل عليك في القرآن من قصة موسى إنه كان مختارا للطهر من النقائص وتكليم الله وكان رسولا مرسلا من الله العبادة ونبيا ينبئهم عن الله بشرائه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أي وكلمناه من الجانب الأيمن جانب الطور على يمين موسى وهو متجه إلى مصر وقربناه تقريب تشريف وتكريم لمناجات ربه وتكليم الله بلا واسطة بأن أسمعه الله كلامه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي ومنحنا لموسى من رحمتنا به وإن عامنا عليه أخاه هارون نبيا لمؤازرته حين دعا قائلا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أي واذكر أيها الرسول فيما أنزل عليك في القرآن قصة إسماعيل إنه كان مشهورا بصدق الوعد مبالغا فيه وكان رسولا من ربه إلى قبيلة جرهم على شريعة إبراهيم نبيا يخبر بما شرعه الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أي وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيطاء الزكاة لمن يستحقها وكان مرضيا عند ربه لاستقامة أقواله وأفعاله والمرضي عند الله الفائز في كل طاعاته بعلى الدرجات واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا أي واذكر أيها الرسول فيما أوحي إليك في القرآن خبر إدريس وهو سبط شيث وجد نوح لأبيه وأول من خط بالقلب إنه كان كثير الصدق والتصديق بالحق نبيا من الأنبياء الكرام ورفعناه مكانا عليا أي وجعلنا له منزلة عالية في الدنيا والآخرة بشرف النبوة والزلفة عند الله رفعه الله إلى السماء الرابعة كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي أولئك المذكورون من الأنبياء في هذه السورة من زكريا إلى إدريس الذين أنم الله عليهم من الأنبياء من ذرية آدم كإدريس ومن ذرية من حملنا في السفينة مع نوح كإبراهيم بن سام بن نوح ومن ذرية إبراهيم كإسماعيل وإسحاق يعقب ومن ذرية إسرائيل وهو نبي الله يعقب وهم موسى وهارون وذكريا وأحيا وعيسى ومن جملة من هدينا إلى الإسلام واخترناهم أنبياء كرامة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن بكوا من غير الصوت وسجدوا من خشة الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي فخلف من بعد أولئك الأنبياء خلفوا سوء تركوا الصلاة وارتكبوا المحرمات كشرب الخمر والزنا فسوف يلقون شرا أي جزاء ذلك إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أي إلا من تاب من ذنوبه وأطى الله في أمره ونهيه فأولئك يدخلون الجنة ولا ينقصون شيئا من الثواب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا أي هي جنات إقامة دائمة التي وعد الرحمن عباده وهي غائبة عنهم لم يروها إن موعده آت لمحالة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي لا يسمعون في الجنة فضولا هذرا من الكلام لا يفيد لكن يسمعون سلاما أي تحية من الملائكة ومن بعضهم يأتيهم ما يشتهون من الطعام والشراب في الجنة على الدوام صباحا ومساءا وكل وقت نريدون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي تلك الجنة بهذه الأوصاف وغيرها التي نجعلها لأهل التقوى خاصة أي وقال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله عن سبب قلة النزول الوحي عليه أي وقل يا جبريل ما نتنزل إلا إذا كنا مأمورين بالنزول ولا ننتقل إلا بإذنه ومشئته لله كل ما يحيط بنا من الزمان والمكان والجهة والزمان يشمل الماضي والحاضر والمستقبل ولا ينسى الله شيئا وإن تأخر والمراد ما كان عدم نزول الوحي إلا لعدم الأمر به رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ أي الله خالق السماوات والأرض ومالكهما وما بينهما ومدبر شؤونهما فاعبده وحده واثبت على عبادته واصبر على ما شاقها ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه فلابد من التسليم لأمره ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا أي وقول الإنسان الكافر الذي ينكر البعث متعجبا هل إذا ميت سأخرج من القبر أو أبعث حيا بعد الموت نزلت في أبي بن خلف حين أخذ عظاما باليه وفتها بيده وقال زعم لكم محمد أن نبعث بعدما نموت وفي قول آخر نزلت في الوليد من المغيرة وأصحابه أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي ألا يتذكر هذا الجاحد أننا خلقناه في أول خلقه ولم يكن شيئا مذكورا فيستدل بالابتداء على الإعادة وهو أهوان فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي قاسما بربك أيها الرسول لنجمعنا الكفار المنكرين للبعث مع الشياطين في المحشر يوم القيامة ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها باركين على الركب لا يتمكنون من الوقوف لما يصيبهم من هول الموقف وشدة الحساب ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي ثم ننتزع ونخرج من كل فرقة ضالة أشدهم كفرا وتمردا وتكبرا لنقدمه للعذب أولا ثم الأتباع ثانيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي ثم إننا نعلم من هو أحق بجهنم ودخولها ومقاسات حرها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أي وما منكم من أحد إلا مار بجهنم وهي خامدة على الصراط الممدود عليها كان مروركم بها أمرا محتما واجبا قضى الله بوقوعه فلا ينقض وعده مطلقا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية أي ثم ننجي من العذاب الذين اتقوا الكفر والمعاصي ونترك الكافرين فيها جاثين على الركب أي هامدين لا يتمكنون من الخروج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أي وإذا تتلى على الناس آيات القرآن المنزلة واضحات لمن تأملها قال الكافرون للمؤمنين هل فريقنا خير مكانا ومنزلا وأحسن مجلسا ومجتمعا وأكثر أنصارا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا أي وكثيرا ما أهلكنا من الأمم الماضية والقرن الأمة والجماعة من هم أكثر مالا ومتاعا في البيت من فراش وأثاث وأجمل منظرا وهيئة أي نظارة وحسنا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنداء أي قل أيها النبي لهؤلاء المشركين من كان غارقا في الكفر والأهواء فجزاؤه أن يتركه في ضلالته وطغيانه ويمده فيهما ويستدرجه حتى إذا شاهد هؤلاء المشركون المتفاخرون ما يوعدون به إما العذاب في الدنيا بالقتل والأسر كما حدث يوم بدر وإما العذاب الحاصل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر وأسوأ مكانا ومنزله لا خير مكانا من الفريق الآخر وأقل أعوانه لا أكثر مجتمعا ومجلسا أي ويزيد الله المهتدين هداية إلى الخير وثباتا على الإيمان لأن الخير يدعو إلى الخير والأعمال والطاعة خير عند الله جزاء وخير مرجعا وعاقبا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أي أخبر قصة هذا الكافر بآياتنا وهو العاص بن وائل الذي كان ينكر البعثة ويقول استهزاءا لئن بعث كما يقول محمد لا يكونن لي مال كثير وأولاد فلا يهمني شيء نزلت في العاص بن وائل الذي جاءه خباب بن الأرد يتقاضاه دينا فرفض وقال إني إذا ميت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله تعالى هذه الآية أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي أعلم الغيب وأن يؤتى ما قاله أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن يؤتى ما قاله ويدخل الجنة كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدها أي كلا ليس كما قال إنه مخطئ فيما تصوره لنفسه لا يؤتى ذلك بل سندون ونحفظ عليه قوله ونزده عذابا فوق عذابه على الكفر والافتراء والاستهزاء بأحكام الله تعالى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أي ونرث منه المال والولد الذي يقول بأنه يؤتى أي نسلبه منه بموته ويأتينا يوم القيامة وحيدا لا مال له ولا ولد واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا أي واتخذ المشركون من غير الله آلهة يعبدونها من الأصنام والأوثان ليكونوا لهم في الآخرة منعة وقوة أي أعوانا وشفعاء وسبب عز لهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد أي كلا ليس الأمر كما زعموا بل ستجأ حد الأصنام عبادتهم ويتبرؤون منهم ويكونون عليهم شرا وأعداء لا عزا وعنصارا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا أي ألم تعلم أيها النبي أن سلطنا الشياطين على الكافرين تغويهم إغواء وتغريهم على المعاصي فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداء أي فلا تطلب أيها النبي العجلات بهلاكهم أو تعذيبهم فإنما نعد أيام آجالهم عداء أي فلم يبق لهم إلا أيام محدودة وبقاؤهم أحياء ليزدادوا إثم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي يوم نحشر أي نجمع المتقين ربهم بإيمانهم وافدين معززين إلى دار كرامة الرحمن وهي الجنة ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء أي ونسوق الكافرين بكفرهم سوقا عنيفا إلى جهنم عطاشا مهانين لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي لا يملك أحد من الناس جميعا الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان الصحيح بالله والتوحيد وتصديق الرسل والعمل المرضي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي وقال المشركون القائلون الملائكة بنات الله واليهود والنصار الذين أله العزيرة وعيسى اتخذ الرحمن ولدا من الملائكة أو البشر لقد جئتم شيئا إدا أي لقد فعلتم منكرا عظيما وقلتم قولا شنيعة والإد الداهية والأمر المنكر جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أي تكاد السماوات تتشقق من هذا القول وتتسطع الأرض وتنهد الجبال هدى أي تنهدم وتتفتت لهول هذه الكلمة أن دعوا للرحمن ولدا أي لأجل دعاء ولد للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي وما يصح ولا يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لأن هذا نقص والله قادر على كل شيء لا يحتاج لمعين إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أي ما كل واحد في السماوات والأرض إلا آت الرحمن يوم القيامة خاضع الله مقرا بعبوديته والإتيان هنا معنوي ومادي بمعنى الخشوع لسلطان الله وقضائه لقد أحصاهم وعدهم عدا أي لقد حصرهم الله وعلم عددهم وعد أشخاصهم عدا دقيقا فلا يخفى أحد عليه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أي وكل فرد يأتي يوم القيامة وحيدا بلا مال ولا نصير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى أي إن الذين صدقوا بالله ورسله وعملوا بطاعة الله واجتنبوا نوهية سيجعل لهم الرحمن في القلوب مودة يحبهم الناس ويرضى الله عنهم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى أي فإنما يسرنا هذا القرآن وأنذلناه بلغتك العربية أيها الرسول لتبشر به المتقين بالجنة لإيمانهم وعملهم الصالح وتخوف به قوما شديد الخصومات بالباطل وهم كفار مكة وأمثالهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي وكثيرا ما أهلكنا أمما ماضية لتكذيبهم الرسل هل تجد منهم أحدا أو تسمع لهم صوتا خفية لا تجد ولا تسمع والمراد كما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء سورة طاها مكية إلا آيتين الثلاثين بعد المئة والحادية والثلاثين بعد المئة فهما مدنيتان آياتها مئة وخمث وثلاثون آية نزلت بعد سورة مريم فضل سورة طاها سيأتي في سورة الأنبياء بيان فضلها بسم الله الرحمن الرحيم طاها حرفان للتنبيه والتحدي بإعجاز القرآن مداما مركبا من الحروف التي تتكون منها لغة العربي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي ما أنزلنا عليك أيها النبي القرآن لأضماء نفسك بتعب زائد في العبادة أو بتحسر وحزن شديد على كفر قومك وترك الإيمان برسالتك فخفف عن نفسك قال مقاتل قال أبو جهل والنظر بن الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتشقى بترك ديننا وذلك لما رأياه من طول عبادته وجتهاده فأنزل الله تعالى هذه الآية ما أنزلنا إلا تذكيرة لمن يخشى أي ما أنزلناه إلا للتذكير والعظة لمن يخاف الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا أي نزلناه تنزيلا من عند خالق الأرض والسماوات العالية ومعناه الإخبار عن عظمات منذ القرآن الرحمن على العرش استوى أي الرحمن استوى أي اعتلى وارتفع على عرش ملكه وهو استواء يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي والرحمن مالك كل شيء ومدبره في السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات وما في باطن الأرض من معادن ومخلوقات وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي وإن ترفع صوتك بذكر أو دعاء فاعلم أن الله غني عن ذلك فإنه يعلم السر الذي تخفيه وما هو أخفى من السر كالخواطر والهواجس وحاديث النفس دون النطق بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أي الله واحد لا إله معبود في الوجود إلا هو له أحسن الأسماء الدالة على الكمال وهي تسعون وتسعون ورد بها الحديث الصحيح وهل أتاك حديث موسى؟ أي وهل بلغك قبر موسى وقصته مع فرعون وملئه؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقباس أو أجد على النار هدى أي حين رأى نارا أثناء ثيريه من مدين إلى مصر وبعد خطائه في الطريق فقال لأهله أقيموا مكانكم إني أبصرت نارا لعلي آتيكم بشعلة من النار أو أجدوا عند النار هاديا يدلوني على الطريق فلما أتاها نودي يا موسى أي فلما أتى النار نودي بصوت عالي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى أي إني أنا الله ربك فانزعنا عليك من قدميك للتواضع والتأدب إنك بالوادي المطخر المحترم المسمى طوى الموجود بجانب الطور وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أي وأنا اخترتك للنبوة ودسلة فاستمع للوحي بإصغاء وقبول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أي إنني الذي أناديك أنا الله فاعبدني ولا تعبد معي غيري وأقم الصلاة لتذكرني فيها وخص الصلاة لكونها أشرف الطاعة وأفضلها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أي إن القيامة قائمة حتما أقرب مبلغا من إخفائها ولا أظهرها لأحد وقيل أكاد أظهرها وأزيل إخفاءها وإنهاء عالم الدنيا لتجزى كل نفس بما عملت من خير أو شر فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فلا يصفنك يا موسى عن الإيمان بالساعة من لا يصدق بها واتبع هواه في إنكارها فتهلك إن صددت عنها وما تلك بيمينك يا موسى أي وما الذي تحمله في يدك اليمنى يا موسى وهي العصى للتنبيه على أن المعجزة تقع بها وتكرار يا موسى لزيادة الاستئناس والتنبيه قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أي أجاب موسى قائلا هي عصاي أعتمد عليها عند الإعياء في المش وأضرب بها ورق الشجر ليسقط على غنمي فتأكله ولي فيها منافع وحاجات أخر كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام استمتع موسى عليه السلام بلذة الخطاب الإلهي فأجاب بما يزيد على السؤال وأجمل الكلام في آخره ليسأله ربه عن تلك المآرب قال ألقها يا موسى أي قال الله تعالى ألقي عصاك من يدك يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى أي فألقاها من يده على الأرض فإذا هي حية تمشي بسرعة وخفة بقلب أوصافها فخاف موسى وهرب منها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أي قال الله تعالى له خذ الحية بيمينك ولا تخف منها سنعيدها إلى حالتها الأولى وهي كونها عصن وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير ثوء آية أخرى أي أدخل كفك اليمنى إلى جنبك الأيثار تحت العضد ثم أخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من السمرات مشعة مشرقة كشوعع الشمس من غير مرض كالبرس مثلا معجزة أخرى غير العصة لإثبات صدقك في رسالتك لنريك من آياتنا الكبرى أي لنريك بهتين الآياتين بعض آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك اذهب إلى فرعون إنه طغى أي اذهب يا موسى رسولا إلى فرعون إنه تجاوث الحد في كفره وعتوه وتجبره حتى ادعى الألوهية فادعوه إلى توحيد الله وطاعته قال رب الشرح لي صدري أي قال موسى يا رب واسع لي صدري لتحمل أعباء الرسالات والصبر على مشاقها وأذى الناس ويسر لي أمري أي وسهل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة وحلو العقدة من لساني أي وأطلق لساني أي حبسته لتيسير النطق وإفهم الناس ولألا ينفر مني الناس يفقه قولي أي ليفهم كلامي عند تبليغ الرسالة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري أي واجعل لي معينا من أهلي هارون أخي أحكم به قوته والأذر الظهر أو القوة وأشركه في أمري أي واجعله شريكا لي في أمر الرسالة شفع له وطلب أن يكون نبيا مثله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أي كي ننزهك تنزيها كثيرا ونصلي لك معا ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أي إنك كنت وما زلت عالما بأحوالنا ونريد رضاك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي قال الله مجيبا له قد أعطيتك كل ما سألته يا موسى والسؤال المسؤول أو المطلوب أي ولقد أنعمنا عليك يا موسى بنعم كثيرة أخرى والمن الإحسان والتفضل إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أي حين ألهمنا أمك إلهاما للحفاظ عليك وقد يستعمل الوحي بمعنى الإلهام كإلهام نحل اتخاذ البيوت وقد يكون بتمثل ملك في صورة بشر كما حصل لمريم في النفخ في قنصها أنا قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي وألهمناها أن ألقيه في الصندوق الخشبي ثم ألقي الصندوق في نهر النيل ثم أمرنا النهر أن يلقيه بالشاطئ فيأخذ الصندوق عدو لله وعدو لموسى وهو فرعون وألقيت عليك يا موسى محبة كإنة مني في قلوب الناس فلا يراك أحد إلا أحبك ولتتربى برعايتي وحفظي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت ثنين في أهل مديانة ثم جئت على قدر يا موسى أي حين تمشي أختك على الشاطئ تتابع الصندوق بنظرها لترى موضع استقراره فأخذك فرعون وزوجته فعرفت أنهما يطلبان لك مرضعة فلم تقبل بثدي امرأة غير أمك فقالت لهما هل أدلكم على مرضعة تتكفل إرضاعه وتربيته فرددناك إلى أمك كي تسر وتسعاد برجوع ولادها إليها ولا تحزن أبدا على فراقك وكنت قتلت خطأ قبطيا بمصر حين استغاث بك الإسرائيلي فأمناك من الخوف ونجيناك من غم القتل وخلصناك من المحن والشدائد مرة بعد أخرى قبل النبوة كالسفر ماشيا من مصر إلى مدين وترك الوطن والأصحاب في مصر وفقد الزاد ورأي الغنم عند شعيب فبقيت عشر سنين مع أهل مدين وهي على ثمان مراحل من مصر في جنوب فلسطين من الجنوب الشرقي للطور عند خليج العقبة ثم جئت إلى جبل الطور في وقت مقدر في قضاء وقدر الأزلي لأكلمك وأجعلك نبيا يا موسى والمراد جئت على وفق الوقت الذي قدرته للرسالة وكرر يا موسى للتنبيه على غاية القصة وهي التكليم واصطنعتك لنفسي أي وجعلتك مختارا لتحمل رسالتي وتبليغها للناس اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أي اذهب أنت وأخوك هارون بمعجزتي وهي الآيات التسع كالجرال والطفان والضفادع ولا تفترى ولا تقصر في ذكر الله وتسبيحه وعبادته وتبليغ الرسالة اذهب إلى فرعون إنه طغى أي اذهب يا موسى مع أخيك هارون إلى فرعون إنه جاوز الحد في الكفر والتمرد بالدعاء الربوبية أي فقول له قولا لا خشونة فيه بدعوته إلى الإيمان برفق لا عنف فيه لعله يتعه ويتأمل فيؤمن أو يخاف عذاب الله فيكوف عن طغيانه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى أي قال ربنا إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة والقتل أو يجاوز الحد في الإساءات إلينا ويزداد تكبّر قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى أي قال الله تعالى لهما لا تخاف إنني معكما بالنصر والعون والحفظ أسمع وأرى ما يجري بينكما وبين فرعون فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى أي فذهب إليه فقول له إننا أرسلنا من ربك إليك لتبليغك الرسالة والإقرار بتوحيد الله فأطلق صراحة بني إسرائيل من الأسم ولا تعذبهم بذبح أبنائهم وتسخير نسائهم للخدمات وتكليفهم بما شاق الأعمال قد جئناك بآية من ربك تشهد لنا بالنبوة وهي العصى واليد والسلامة من العذاب في الدارين لمن صدق بآيات الله تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي لقد أوحى الله إلينا أن الهلاك في الدنيا والخلود في النار في الآخرة بسبب التكذيب بآيات الله ورسله والإعراض عن الإيمان بها وعن الإقرار بوحدانية الله تعالى ويراحظ أنه تعالى قدم البشارة بالسلام للترغيب ثم صرح بالعقاب للتهديد قال فمن ربكما يا موسى أي قال فرعون فمن ربكما يا موسى خاطب الاثنين ثم خص موسى لأنه الأصل وهارون وزيره قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي قال موسى ربنا الذي منح كل نوع من المخلوقات تركيبه وصورته التي اختارها له ثم أرشده لأداء وظيفته قال فما بال القرون الأولى أي قال فرعون فما حال الأمم الماضية التي لم تقر لله بالوحدانية وهو الرب الذي تدعو إليه يا موسى بل عبدت الأوثان نحوها قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أي قال موسى علم أحوال الأمم الماضية وأعمالها محفوظة عند ربي في اللوح المحفوظ لا يخطئ ربي في علم شيء ولا ينسى ما علمه منها والمراد بذلك إثبات كمال علم الله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي الذي خلق لكم الأرض مهدة كالفراش للعيش عليها بيسر وسهل لكم فيها طرقا تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغ منافعها وأنزل من السماء أي السحاب مطرا فأنبتنا به أصنافا من النباتات المختلفة الألوان والطعم والروائح كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها أي كلوا من تلك النباتات وارعوا أنعامكم فيها إن في ذلك المذكور هنا لا دلالات على وحدانية الله وقدرته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي من الأرض خلقناكم في الأصل فإن التراب أصل خلقة آدم وفي الأرض نعيدكم بعد الموت بالدفن فيها ومن الأرض نبعثكم مرة أخرى للحساب والجزاء وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى أي ولقد بصرنا فرعون كل الآيات التسعة الدالة على نبوة موسى فكذب فرعون بها وأبى الإيمان وطاعة الله لعتوه وعناده قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى أي قال فرعون أجئتنا يا موسى بقلب العصى حية واليد البيضاء وهو نوع من السحر لتتغلب على أرضنا مصر وتخرجنا منها ويصبح الملك لك فيها أي فلنأتينك بمثل السحر الذي جئت به لمعارضتك فاجعل بيننا وبينك يوما ومكانا معلومين وهو زمان الاجتماع لا نخلف ذلك الوعد نحن ولا أنت في مكان وسط بين الفريقين أو في مكان مستوى يشهده جميع الحاضرين قال موعدكم يوم الزينات وأن يحشر الناس ضحى أي قال موسى موعدكم يوم العيد المشهور الذي تتزينون فيه وحدده موسى لفراغ الناس واجتماعهم فيه جميعا وأن يجمع الناس في الضحى أي بعد شروق الشمس وارتفاعها عالية لتكون الرؤية واضحة فلا يشكوا في المعجزة فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أي فانصرف فرعون عن المجلس فجمع ما يكيد به من السحرات وأدواتهم ثم أتى الموعد بهم قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى أي قال موسى للسحرة هلك لكم أي أهلككم الله لا تختلقوا كذبا على الله بالدعائكم أن المعجزات على يد الرسل سحر فيستأصلكم بعذاب وقد خسر وهلك من اختلق أي كذب على الله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى أي فتشاور السحرات وتنظروا فيما بينهم واختلفوا في أمر موسى حين سمعوا كلامه وتناجوا فيما بينهم سرا في قفاء تام فيما يعملون مع موسى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلاء أي قالوا لأنفسهم ما هذان إلا ساحران أي موسى وهارون يريدان أن يخرجاكم من أرض مصر بسحرهما أو يذهب بمذهبكم الأفضل في السحر لأن السحرة كانوا معظمين فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا أي أحكموا تدبيركم الخفي وعزموا عزما مؤكدا على قطة واحدة ثم تقدموا صفا واحدا لتبهر الأبصار وقد فاز اليوم من غلب وهذا قول السحرة مع بعضهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال السحرة عند بدء المباراة يا موسى أنت بالخيار بين أن تلقي أولا على الأرض عصاك أو بين أن نلقي نحن أولا عصينا وفي ذلك أدب عالي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي قال لهم موسى مقابلا الأدب بمثله ولتكون معجزته أظهر بل ألقوا ما معكم من أدوات السحر فخيل إليه وتوهم أن حبالهم وعصيهم تتحرك بسرعة كالأفعة فأوجس في نفسه خيفة موسى أي فأحس موسى بالخوف من أن يغلب وأن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به لأن سحرهم من جنس معجزته قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أي قلنا لموسى حينئذ لا تخف إنك أنت الغالب لهم وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أي وألقي العصر التي في يمينك تبتلع بقوات وسرعة جميع ما صنعوه من الحبال والعصي فإنما الذي صنعوه مجرد حيلة مدبرة وكيد سحري لا حقيقة له ولا يفلح الساحر أينما كان وأينما أقبل فألقي السحرات سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أي فعلم السحرات أن فعل موسى ليس بسحرهم بل هو من الله فخروا ساجدين قاضعين لله ثم قالوا آمنا برب هارون وموسى والمراد أن معرفتهم الحق أخضعتهم له بالقوة فسيدوا لله وآمنوا بموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أي قال فرعون للسحرة كيف آمنتم لموسى واتبعتمه على دينه قبل أن أسمح لكم إن موسى معلمكم الكبير الذي علمكم السحر وقد تواطعتم على ما فعلتم مريدا بذلك إدخال الشبهات على الناس حتى لا يؤمنوا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من جهتين مختلفتين يد يمنى ورجل يسرى مثلا ولأصلبنكم على جذوع النخل وقد اختارها لخشونتها وأذاها ولتعلمن هل أنا أشد وأدوى معذابا أم رب موسى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أن تقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي قال السحرة لفرعون لن نختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات الواضحات الدالة على صدقه ولن نختارك على الله الذي خلقنا فاصمع ما أنت صانعه مما تهددنا به إنما سلطانك وقضاءك محصور في هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى أي إنا صدقنا بربنا الخالق ليغفر لنا ذنوبنا السابقة من الكفر وغيره ويغفر ما أكرهتنا عليه من عمل السحر وهذا يدل على أنهم يعلمون أن السحر تضليل وخدع والله خير منك ثوابا إذا أطيع وأدوم منك عذابا إذا عصي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أي إنه من يلقى ربه ميتا على الكفر والعصيان فله جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة سعيدة فتنفعه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء أي ومن يلقى الله ميتا على الإيمان لا يشرك به أحدا قد عمل ما أمر الله به من الفرائض والنواثل فأولئك لهم المنازل العالية عند الله تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي تلك المنازل في جنات إقامة دائمة تجري العنهار من تحت غرافها ماكثين فيها على الدوام وذلك جزاء من تطخر من الذنوب والكفر ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى أي ولقد أوحينا إلى موسى أن ثر بعبادي بني إسرائيل من مصر ليلا فاجعل لهم بعصاك التي تضربها في البحر طريقا يبسا وهو بحر السويث آمنا من متابعة أحد لا تخاف إدراكا ولحوقا من العدو فرعون ولا تخاف غرقا في البحر أو من فرعون فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم أي فاتبعهم فرعون بنفسه مع جنوده فغمرهم وعلاهم من ماء البحر ما غمرهم وتكرار غشيهم أي غطاهم للمبالغة والتهويل أي أطبق عليهم الماء وغرقوا جميعا وأضل فرعون قومه وما هدى أي وأضل فرعون قومه عن الرشد في الدين وما هدهم إلى خير بدعوتهم إلى تأليهه وعبادته يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمان ونزلنا عليكم المن والسلوى أي وناسب ذلك تعداد النعم على الإسرائيليين يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وقومه بإغراقهم ووعدنا رسولكم موسى لتلقي التوراة جانب جبل الطور في سيناء من الناحية اليمنى على يمين موسى وهو قادم إلى مصر من مدين ونزلنا عليكم في التيه المن وهو نوع من الحلوى تتجمع على أوراق الشجر والسلوى وهو طائر طيب اللحم وهو السمان كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي كلوا أيها الإسرائيليون من مستلذات الأطعمة الحلال التي أنعمنا بها عليكم ولا تتجاوزوا المباحة إلى الحرام بالباطر والسرف ومنع الحق وكفر النعمات وترك شكرها فينزل عليكم غضبي وعقوبتي ومن ينزل عليه غضبي فقد سقط وهلك في الهاوية وهي قعل النار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي وإني لكثير المغفرة وستر الذنوب لمن تاب من الشرك وآمن بالله وحده وبما يجب الإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وعمل العمل الصالح الذي أمر به شرعه ثم استقام على ذلك حتى مات أي ثم أخبر سبحانه عما حدث أثناء الميقات مبتدئا بإعتاب موسى وما الذي دفعك إلى العجلات في السير حتى تركت قومك وسبقتهم يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى أي قال موسى هم لاحقون بي عن قريب وعجلت إليك ربي لتزداد رضا عني بذلك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري أي قال الله تعالى فإنا قد اختبرنا قومك بعبادة العجل بعد فراقك وأضلهم موسى السامري الذي كان منافقا بصناعة العجل والدعوات إلى عبادته فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أي فعاد موسى إلى قومه غضبان شديد الأسف والحزن على ما صنع قومه قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإعطاء التوراة التي فيها هدى ونور هل طال عليكم زمان مفارقة وهو شهر وأيام فنسيتم الوعد بالثبات على الإيمان أم أردتم أن ينزل عليكم عقاب ونقمة من ربكم فأخلفتم وعد الذي وعدتمونيه بالثبات على الإيمان وطاعة الله إلى أن أرجع من الطور قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من ذينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري أي قالوا له ما أخلفنا وعداك باختيارنا وإنما اضطرارا فإنا حملنا آثما من حلي قوم فرعون بنصر حين أخذتها نساؤنا منهم إعارة لما أردنا الخروج من نصر لاستعمالها كذبا بمناسبة عيد أوليمة فطرحناها في النار بأمر السامري للخلاص من إثمها وكما ألقينا الحلي ألقى السامري ما معه من الحلي في النار ثم ألقى عليه قبضاتا من أثر رسول هبري فأخرج لهم عجلا جاسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي فصغى من تلك الحلي المذابة عجلا مجرد جثة لا روح فيها له خوار صوت كصوت البقر فقال السامري وموافقه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه عند الطور وصناعة العجل هو ما تعلمه بني أسرائيل من المصريين أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي أفلا يتأملون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جوابا إذا سألوه ولا يقدروا على أن يدفع عنهم ضرا أو يجلبا لهم نفعا فكيف يكونوا إليها ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري أي ولقد قال لهم هارون قبل عودة موسى من الطور إنما ابتليتم واختبرتم في إيمانكم بهذا العجل فإياكم أن تعبدوه وإن الله الرحمن ربكم فاتبعوني في عبادته والثبات على الحق ولا تتبعوا السامري وأطيعوا أمري في تلك العبادة لا أمره قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي قالوا لهارون سنستمر أو لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى فينظر هل يقرنا على عبادته أم ينهانا عنها فاعتذلهم هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري أي قال موسى بعد رجوعه يا هارون ما منعك من مقاومة الباطل والكفر بالله وألا تتبعني في الصلابة في الحق والغضب لله حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل أفعصيت أمري فيما عاهت إليك من إقامة الدين والدفاع عنه ثم أقمت بين قوم لا يعبدون الله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أي قال هارون يا أخي يا ابن أمني وخص الأم استعطافا لقلبه لا تأخذ بشعر لحيتي ولا بشعر رأسي عقابا وغضبا عليه فإني لم أعص أمرك وعذري أني خفت لو اتبعتك في صلابتك ومقاومتك أن تقول لي فرقت جماعتهم وجعلتهم فريقين بين مؤيد ومعارض ولم تعمل بوصيتي لك فيهم بالبقاء معهم وحفظهم كما في قوله تعالى أخلفني في قومي وأصلح قال فما خطبك يا سامري أي ثم قال موسى منكرا ما الذي حملك يا سامري على هذا الأمر الخطير قال بأصرت بما لم يبأصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي أي قال السامري علمت ما لم يعلمه فأخذت قبضة من التراب من أثر فرس جبريل حين جاء الإهلاك فرعون فطرحتها في الحلي مذابة المسبوكة على صورة العجل ومثل ذلك زينت وحسنت لي نفسي وهذا تفسير يحتاج لإثبات وتأمر وقال أبو موسى الأصفهاني علمت من صنع التماثيل ما لم يعلمه فاستعنت ببعض تعاليم الرسول أي أنت يا موسى واستقدمتها في هذا العمل الذي زينته نفسي في أن يكون هذا العجل إله بني إسرائيل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا أي قال موسى له فاذهب من بيننا فإن لك طول حياتك أن تقول لمن رأيته عقوبة على فعلك لا تقربني ولا تخالطني والمراد أن يعيش طريدا وحيدا مكروها منبوثا وإن لك موعدا في الآخرة لحسابك وعذابك ليس فيه خلف وسيأتي به الله حتما وانظر إلى إلهك العجل الذي واضبت على عبادته لنحرقنه بالنار ثم لنذرينه في البحر بشدة حتى لا يبقى منه أثر إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما أي ثم قال موسى لقومه إنما إلهكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا إله معبود بحق إلا هو أحاط علمه بكل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى أي مثلما قصصنا عليك أيها النبي قصة موسى والسامري هذا نقص عليك من أخبار الأمم الماضية تسرية عنك وإثباتا لصدقك وقد أنزلنا عليك من عندنا قرآنا مبينا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة عقوبة الذنب والوزر في الأصل الحمل الثقيل ويطلق على الذنب والمراد به هنا العقاب خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أي خالدين في الجزاء بالنار وبئس الحمل لهم يوم القيامة يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي يوم ينفق إثرافيل في الصور أي القرن النفقة الثانية وهي نفقة البعث للحشر والحساب ونحشر الكافرين والمشركين يوم القيامة زرق الأبدان والعيون من شدة الهول والغيظ والندامة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا أي يتهمسون ويتساررون بينهم لشدة الرعب والحول قائدين ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليالي يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها السريع نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أي الله أعلم بأقوالهم في مدة لبثهم حين يقول أعدلهم رأيا وأصحهم قولا ما لبثتم إلا يوما واحدا أي وأسألك الناس من المشركين وغيرهم عن حال الجبال يوم القيامة قل لهم يقتلعها ربي من أصولها اقتلاعا ويفجرها تفجيرا حتى تتفتت ذراتها وتصبح كالرمل السائل ثم تطير كالرياح والغبار في يوم عاصف قالت قريش يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنزلت هذه الآية فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عواجا ولا أمتا أي فيتركها مع الأرض مستوية ملثا لا نبات فيها ولا بناء لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاع يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا أي يوم القيامة وبعد نسف الجبال والقيام من القبور يتبع الناس داعي الله إلى المحشر لن حراف لهم عنه بل يسرعون إليه وسكنت وذلت أصوات الخلائق رهبة وهيبة وخشوع لله فلا تسمع أحد يتكلم إلا بصوت خفي يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة من أحد إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أن يعلم الله سبحانه كل ما قدمه العالم وما أخروه من أمور الدنيا والآخرة ولا يحيط علمهم بمعلوماته ولا بذاته وصفاته وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما أي وخضعت وذلت وجوه المخلوقات للحي القائم تدبير عباده ومجازاتهم القائم بشؤون ملكه وقد خسر من حمل شيئا من الظلم كالشرك وغيره ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما أي ومن يعمل العمال الصالحة المأمور بها شرعا وهو مؤمن بالله وحده فلا يخاف يوم القيامة ظلما بأن يعاقب من غير ذنب ولا يخاف نقصا من حسناته وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحديث لهم ذكرى أي ومثل إن ذلك ما ذكرنا من القصص أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب ليفهموه ونوعنا فيه ألوان الوعيد تخويفا وتهديدا كي يخاف الله فيجد تانب الشرك والمعاصي ويحذر العقاب أو يحدث لهم القرآن عظة وعبرة حين يسمعون آياته فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما أي فتعظم الله الملك الحق في ذاته وصفاته عن مماثلة المخلوقين وعما يقوله المشركون ولا تستعجل أيها النبي في ترداد القرآن حالة إنزاله حتى يتم وحيه وحتى يفرغ جبريل من إبلاغه لك وقل يا ربي زدني علما إلى علومي بدل الاستعجال قال السدي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه فيخاف أن يصعد جبريل ولم يحفظه فنزلت الآية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنثي ولم نجد له عزما أي ولقد أمرنا آدم ووصيناه بعدم الأكل من الشجرة فنثي العهد وترك الامتثال ولم نجد له صبرا على الاستمرار في ترك المنهي عنه ولا تصميما على الذنب وإنما فتر عزمه وذركه ضعف البشر فأخطأ ولم يتعمد وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا أي واذكر أيها النبي حين قلنا للملائكة سجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة فسجدوا جميعا إلا إبليس رفض أن يسجد حسدا وتكبرا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي فقلنا يا آدم إن إبليس هذا عدو لك ولزوجك حوى فلا يكون سببا لإخراجكما من الجنة بوسوسته فتتعب بمتاعب الدنيا الكثيرة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أي إن لك في الجنة أن تتمتع بأنواع المعيش فلا تجوع فيها ولا تتعرى من الثياب وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أي وأن لا تعطش فيها ولا تصيبك الشمس اللافحة الحر فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أي فحدثه الشيطان خفية في نفسه قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد من أكل منها لم يمت أصلا وأدلك على ملك لا يزول ولا يفنى وكان ذلك كذبا من إبليس فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى أي فأكل آدم وحواء من تلك الشجرة التي نهي عنها فظهرت لهما عورتهما وشرعا يلصقان على عورتهما من ورق شجر الجنة ليستطر به وعصى آدم ربه بالأكل من الشجرة فظل عن الرشد وأقطاء وجه الصواب حين اغتر بقول عدوه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى أي ثم اصطفاه ربه وقربه إليه بعد أن تاب واستغفر فقبل توبته ووفقه للثبات على الطاعة والأقذي بأسباب العصومات في الدنيا وكان ما سبق منه في الجنة درسا بليغا وعظة قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أي قال الله لآدم وحواء اهبط من الجنة جميعا إلى الأرض بعضكم أيها البشر عدو لبعض بالتنافس في أمر المعاش فإن يأتكم مني هدى بكتاب ورسول فمن اتبع هدايا بالعمل بأوامره فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أي ومن أعرض عن كل ما يذكر بالله من قرآن وغيره فله في الدنيا معيشة شاقة ضيقة شديدة القلق أما المؤمن فهو مستريح النفس ونحشر من أعرض يوم القيامة أعمى البصر متحيرا تائها قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي قال المعرض عن ذكر الله ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث من القبر قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي قال الله مثل ذلك فعلت أنت وهو أنك أتتك آياتنا واضحة فأعرضت عنها وتركتها ولم تؤمن بها وكذلك اليوم تترك في العذاب وكذلك نجذي من أسراف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أي ومثل جذائنا من أعرض عن ذكر القرآن نجذي ونعاقب كل من انهمك في الشهوات وتجاوز الحد في الكفر والمعاصي ولم يصدق بآيات ربه بل كذب بها والعذاب الآخرة أشد قسوة وإيلاما من عذاب الدنيا وأدوام أي أفلم يتبين في القرآن لكفار مكة وأمثالهم أنه كثيرا ما أهلكنا قبلهم من الأمم الماضية لتكذيب الرسل وهم يسيرون في ديارهم إن في ذلك لا عبرا لذوي العقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أي ولولا وعد سابق من الله بتأخير عذاب الإفناء عن هذه الأمة وتأجيل العذاب إلى الآخرة لكان الإهلاق وعقاب ذنوبهم لازما لهم في الدنيا لا يتأخر عنهم ولولا الوقت المحدد أو المقدر لأعمارهم أو لعذابهم وهو يوم قيمة لكان العقاب العاجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي فاصبر أيها النبي على ما يقول المشركون من أنك ساحر كذاب ونحو ذلك وداوم على التسبيح مع التحميد والصلاة في كل الأوقات قبل طلوع الشمس أي في صلاة الفجر وقبل غروبها أي في صلاة العصر ومن أجزاء الليل صل المغرب والعشاء وصل في وسط النهار بين طرفي أو نصفي النهار عند ذوال الشمس إلى جهة الغرب وهي صلاة الظهر لتنال ما عند الله ما به ترضى نفسك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أي ولا تطل نظر عينيك تمنيا ورغبة إلى ما في أيدي الآخرين من متع الحياة الدنيا مما هو من ذينتها وبهجتها كالمال والمباني والأثاث والمراكب لنختبرهم فيه واجعل همك فيما عند الله فما ادخره الله لك ووعدك به في الآخرة خير مما منحهم في الدنيا وأدوم لا ينقطع وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أي وامر أهل بيتك بالصلاة واصبر وداوم على الصلاة لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك نحن نرزقك ونعطيك والعاقبة المحمودة في الآخرة وهي الجنة لأهل التقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أي وقال المشركون هل لا يأتينا بآية معجزة حسية من ربه دالة على صدقه في رسالته كآيات الأنبياء السابقين مثل ناقة صالح وعصى موسى وإبراء عثل أكمه والأبرص فرد الله عليهم بقوله أولم تصلهم أخبار الصحف الأولى كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل الذي فيه التصريح بنبوته وبيان أحوال الأمم التي أهلكت بتكذيب الرسل وهم معترفون بصحتها وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ من قبله لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى أي ولو أننا أهلكنا هؤلاء المشركين بعذاب من قبل بعثات محمد صلى الله عليه وسلم فيهم لقالوا يوم القيامة ربنا هل لا أرسلت إلينا رسولا في الدنيا فنتبع آياتك المرسلة بها من أوامر ونواهي من قبل أن نذل بعذاب الدنيا بالقتل والأسر ونفتضح بدخول النار في الآخرة قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أي قل لهم أيها النبي كل واحد منا ومنكم منتظر ما يقول إليه الأمر في الدنيا فانتظروا فستعلمون من هم أصحاب الطريق القويم باتباع الإسلام ومن اهتدى من الضلالة اشتركوا في القناة